أكد الدكتور محمد العواضي مدير إدارة الصحة العامة أن مملكة البحرين تضع في أعلى أولوياتها توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع لفتاً إلى ما تشهده المملكة من نهضة وتطور في القطاع الصحي على كافة الأصعدة وأشار الدكتور العواضي لأن وزارة الصحة مستمرة في مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع الصحية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في مملكة البحرين والتي من بينها مشروع مكافحة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من خلال إدخال اللقاح ليعطى روتينياً للإناث والذكور عند سن من الثانية عشر إلى الثالثة عشر عاماً وأوضح العواضي بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات رائدة وسباقة في مجال التصدي للأمراض المعدية والسيطرة على الجوائح من خلال إدخال اللقاحات في البرنامج الوطني للتحصين